واضح كده انه خلاص فيه ثقة مقصورة وبشكل واضح في حكامنا المصريين يعني الحاجات دي دايما احنا بنحاول نجملها ونقول لأ حكامنا بخير وحكامنا رائعين وحكامنا كبار وهما فعلا كده بالمناسبة يعني بس الثقة الاندية والاتحاد نفسه فيهم ما بقتش كبير ده دايما الحاجات اللي احنا بنقراها وبنتشوفها دي تمام اتفق معاك لكن الثقة دي تفقدت مين هتحمل مسؤوليتها لاتحمل مسؤوليتها نمرة واحد لجنة الحكام نمرة اثنين اتحاد الكورة اتحاد الكورة هو المفروض هو الدهر بتاع الحكام هو ما بيحميش الحكام وكذلك لجنة الحكام ما بتحميش الحكام حديك مثال فضل كان عندنا في المسابقة يعني الدوري اللي انتهى بتاع القسم التاني مثلا او القسم الاول هتلاقي فيه اعتداءات كتيرة حصلت على الحكام وفيه توصيات بالشد وصلت لاتحاد الكورة من لجنة المسابقات ما تمش البت فيها اتخيل انت حكامك تم الاعتداء عليهم في الملعب وده يمكن الناس كتير شافته وتزاع وناس كلمت فيه اتحاد الكورة ما حماش الحكام فهنا الثقة بتادي تتهزي ثقة الحكام نفسه في المنظومة اللي هو بيعمل يعني تحت مظلتها خلاص هو مش حاسس نابجيب له حقه صحيح دي نمرة واحد نمرة اثنين انت النهاردة عمال تقول تحكيم اجنبي تحكيم اجنبي واحنا عمالين نقول عايزين حكام في كاس العالم طول ما فيه تحكيم اجنبي عندنا هنا في مصر تأكد تماما انه مش هيبقى عندك حكام في كاس العالم نهائيا ليه لانه دلوقتي الكاف الاتحاد القاري دائما بيبص على الحكام الدوليين وبيحط الاثبوط عليهم في المسابقة المحلية طالما انت حكامك مش شايلة الدوري بتاعك او مش شايلة المسابقة بتاعتك هو خلاص بيبعد خلاص بيصرف نظر عنك تماما فلازم تحاد الكورة يفهم ان وجود التحكيم الاجنبي خلاص انت كده بتضعفه حتى في القارة الافريقية كمان مش مش كمان مش في وجوده في كاس العالم بس اشتركوا في القناة